كتاب سحر التفكير على مستوى أكبر المؤلف الدكتور ديفيد جي شوارتز ترجمة ونشر دار جرير للنشر الطبعة الأولى المقدمة لسه بحاجة لأن تكون مفكرا عظيما أو تملك موهبة خارقة كي تحقق النجاح والرضا لكنك بحاجة لتعلم وفهم عادة التفكير والتصرف بالأسلوب الذي سيجعلك تصل إلى هدفك سوف يمدك كتاب سحر التفكير على مستوى أكبر بهذه الأسرار آمن بقدرتك على النجاح وسوف تنجح عالج نفسك من الخوف والفشل فكر وحلم بصورة إبداعية تفكيرك يشكل شخصيتك تعلم كيف تفكر بصورة إيجابية فكر مثل القادة إن النجاح لا يعتمد على حجم عقل الفرد بل على حجم تفكيره في أحيان كثيرة يوجه لي الناس هذا السؤال طالما أن التفكير على مستوى أكبر يحقق للمرء الكثير فلما لا يفكر الجميع على هذا النحو وأليكم الإجابة من وجهة نظري إن شخصياتنا جميعا بصورة أكبر مما ندركها تتشكل بناء على أنماط التفكير المحيطة بنا إن كل ما يحيط بك يدعوك لأن تكبح تفكيرك ويجذبك إلى مرتبة متدنية في الحياة وكل يوم يقال لك إن هناك الكثير من الرؤساء والقليل من المرؤوسين أي إن فرص القيادة لم تعد متاحة لذا عليك أن تقنع بلعب ذلك الدور السنوي الذي تلعبه ومن منا لم يسمع الإبارة التي تقول النجاح لا يساوي الثمن الذي دفع فيه كما لو أنك يجب أن تبيع روحك وأسرتك وضميرك وكل ما لديك من قيم كي تحقق النجاح لكن الحقيقة هي أن النجاح لا يتطلب منك دفع ثمن حيث إن كل خطوة تخطوها للأمام تعود عليك بالربح كما تخبرنا هذه البيئة بأن هناك قدرا كبيرا من المنافسة على المراكز العليا في الحياة لكن هل هذا حقيقي؟ أخبرني أحد المدراء والمسؤول عن اختيار الموظفين الجدد بأن من يتقدمون لنيل الوظائف التي تدفع راتبا سنويا قدره 10 ألاف دولار يفقون في العدد من يتقدمون لنيل الوظائف التي تدفع راتبا سنويا قدره 50 ألف دولار بحوالي 50 إلى 250 ضعفا وهذا يعني أن المنافسة بالنسبة للوظائف المتدنية تكون أشد على الأقل بخمسين مرة عنها في الوظائف الأرقى في المستوى إن الطريقة لهذه الوظائف الراقية أقصر وأيسر وهناك الكثير من هذه المناصب الرفيعة تنتظر أشخاص مثلك يجرؤون على التفكير على مستوى أكبر آمن بقدرتك على تحقيق النجاح كل شخص يريد النجاح كل شخص يريد الحصول على أفضل ما يمكن للحياة أن تقدمه لا أحد يحب المعاناة والعيش في مستوى المتواضع قد تكون سمعت عن بعض المواقف أحدهم وهو يقول شيئا على غرار من السخف الاعتقاد بأنك قادر على تحريك الجبال فقط من خلال قولك تحرك أيها الجبل فهذا من المحال لكن من يفكر بهذه الصورة يخلط بين الإيمان والتمني إن التمني وحده لن يجعلك تحرك جبلا لن يجعلك التمني تحظى بالمنصب الذي ترغبه أو تحقق الدخل الكبير الذي تتمناه إن التمني وحده لن يمكنك من شغل أي منصب قيادي لكن في مقدورك تحريك الجبال عن طريق الإيمان وبمقدورك تحقيق النجاح إن آمنت بقدرتك على النجاح إن الإيمان المبني على التوجه الإيجابي يمدك بالقوة والمهارة والطاقة التي تحتاجها حين تؤمن من داخلك بقدرتك على النجاح سرعان ما ستعرف كيفية تحقيقه إن الإيمان بتحقيق نتائج عظيمة هو القوة الدافعة وراء كل الكتب والمسرحيات والاكتشافات العلمية العظيمة إن الإيمان بالنجاح هو المكون الأساسي الذي لا غنى عنه في شخصية الأشخاص الناجحين إن آمنت من قلبك بقدرتك على النجاح فستحقق ما تصب إليه من نجاح إن عدم الإيمان له قوة سلبية حيث يفقد العقل إيمانه بأمر ما ويبدأ في الشك فيه يبدأ العقل في جذب المبررات التي تدعم شكه هذا إن الشك وعدم الإيمان والرغبة غير الواقعية في الفشل وعدم الرغبة في تحقيق النجاح كلها أشياء مسؤولة عن الفشل أخبرتني واحدة من مؤلفي روايات الصاعدين مؤخراً عن طموحها في عالم الكتابة وأثناء الحوار ذكرنا اسم أحد كبار مشاهير الكتاب قالت لي حسناً إن السيد سين كاتب رائع ولن يمكنني بالطبع أن أصل إلى ما حققه من نجاح وقد شعرت بالإحباط من توجهها هذا خاصة وأنني أعرف المؤلف موضوع الحديث وأعرف أنه ليس بالشخص فائق الذكاء أو ذي العقلية الخارقة ولا يملك أي شيء مميز آخر باستثناء مدعه بقدر وافر من الثقة بالنفس إنه يؤمن بأنه واحد من أفضل الأشخاص في مجاله وبالتالي يتصرف ويؤدي على أفضل نحو لا ضرر من احترام القائد والتعلم منه وملاحظة سلوكه ودراسته ولكن إياك أن تقدسه واعلم أنه بمقدورك التفوق عليه وتحقيق خدر من النجاح أكبر مما حققه إن من يقنع بلعب دور التابع سيظل تابعاً طوال حياته كيف تنمي قوة الإيمان بداخلك؟ إليك الإرشادات الثلاث التي ستمكنك من اكتساب وتعزيز قوة الإيمان بداخلك أولاً فكر في النجاح لا في الفشل سواء في العمل أو البيت فكر في النجاح بدلاً من الفشل حين تواجه أي موقف صعب قل لنفسك سأفوز ولا تقل من المرجح أن أخسر ثانياً ذكر نفسك طوال الوقت بأنك أفضل مما تظن إن الناجحين ليسوا أشخاصاً خارقين وتحقيق النجاح لا يتطلب ذكاء خارقاً أو قوة خفية ثالثاً ضع أهدافاً كبيرة إن حجم نجاحك يتحدد اعتماداً على مقدار إيمانك إن وضعت لنفسك أهدافاً متواضعة فلا تتوقع إلا إنجازات متواضعة أما لو وضعت أهدافاً كبيرة فستحقق نجاحات كبيرة عالج نفسك من داء التذرع داء الفشل أدرس الناس بصورة أعمق ستكتشف أن الأشخاص غير الناجحين يعانون من مرض في تفكيرهم يشل عقولهم أنا أطلق على هذا المرض اسم مرض التذرع أي اختلاق الذرائع والأعذار إن كل من يفشلون يعانون من حالة متقدمة من هذا المرض ومعظم الأشخاص العاديين يعانون من حالة متوسطة من هذا المرض سوف تكتشف أن مرض التذرع هذا هو الذي يفسر الاختلاف بين الشخص القادر على الإنجاز وذلك الواقف في مكانه دون حراك كما ستكتشف أنه كلما كان الشخص أكثر نجاحاً صار أقل ميلاً لاختلاق الأعذار مثل أي مرض آخر تتفاق محدة مرض التذرع إن لم يتم علاجه بالصورة السليمة إن المصاب بهذا المرض الفكري يفكر بهذه الصورة إنني لا أعمل بالصورة التي ينبغي أن أعمل عليها ما العذر الذي يمكنني استخدامه كي أحفظ ماء وجهي؟ حسناً لنرى صحة معتلة نقص في التعليم حظ سيء زوجتي الطريقة التي ربتني بها أسرتي بمجرد أن يختار المصاب بمرض الفشل هذا العذر الوجيه فإنه يتبنه طوال الوقت بعد ذلك يعتمد على هذا العذر كي يفسر لنفسه وللآخرين السبب وراء عجزه عن تحقيق أي نجاح إن معظمنا يقع في خطأين أساسيين فيما يخص الذكاء وهما أننا نقلل من شأن ذكائنا وأننا نبالغ في تقديرنا لذكاء الغير وبسبب هذين الخطأين يقلل الكثيرون من شأن أنفسهم إنهم يفسلون في التعامل مع التحديات لأنهم ليسوا بالذكاء الكافي لكن في الوقت ذاته يأتي أشخاص آخرون لا يضعون أهمية كبرى على موضوع الذكاء هذا وينجحونهم في أداء الوظيفة إن ما يهم حقاً ليس مقدار الذكاء الذي تملكه بل كيفية استخدامك لما تملك من ذكاء إن التفكير الذي يوجه ذكاءك أكثر أهمية بكثير من كمية ما تملك من ذكاء حين سئل الدكتور إدوارد تيلر أحد كبار علماء الفيزياء السؤال كيف يمكن أن يصير الطفل عالماً؟ أجب قائلاً ليس ضرورياً أن يملك الطفل عقلاً جباراً كي يصير عالماً كما لا يحتاج أن يتمتع بذاكرة خارقة كما ليس أساسياً أن يحصل على تقديرات مرتفعة في المدرسة الأمر الوحيد المهم هو أن يكون الطفل مهتماً بالعلم الاهتمام الحماس هو العامل الحاسم لا تضيع طاقتك العقلية وأنت تحلم بطرق تحقق بها النجاح دون بذل أي جهد إن الشخص لا يصير ناجحاً عن طريق الحظ إن النجاح يأتي من خلال عمل تلك الأشياء وإتقان تلك المبادئ التي تؤدي إلى النجاح ابن الثقة وتخلص من الخوف إن معظم مخاوفنا اليوم ذات أساس النفسي فأشياء مثل القلق والتوتر والإحراج والذعر كلها تنشأ من خيالنا السلبي الذي لا نحسن استخدامه إن العلاج القديم القائم على فكرة أن الخوف وليد خيالك وحسب يفترض أن الخوف لا وجود له لكنه في الحقيقة موجود فالخوف شيء حقيقي وهو عدو النجاح رقم واحد إنه يمنع الناس من الاستفادة من الفرص كما أنه يستنزف قواهم الجسدية عليك أن تتقبل حقيقة أن الثقة يمكن اكتسابها وتنميتها لا أحد يولد مليئاً بالثقة إن هؤلاء الأشخاص المليئين بالثقة الذين تعرفهم الذين قهروا كل المخاوف الذين يشعرون بالراحة في كل مكان وطوال الوقت اكتسبوا كل ذرة من الثقة التي يتمتعون بها مع الوقت وبإمكانك أن تكون مثلهم إن عقلك أشبه بالبنك وفي كل يوم قم بإدعي أفكار جديدة في بنكك العقلي هذه الأفكار تنمو وتكبر وتصير ذكرتك وحين تفكر أو تواجه أي مشكلة فأنت تسأل بنك الذاكرة الخاص بك السؤال التالي ما الذي أعرفه بالفعل عن هذا الأمر قم بإدعي الأفكار الإيجابية فقط في بنك ذاكرتك لنواجه الأمر بصراحة كل فرد منه يواجه العديد من المواقف البغيضة المحريجة المحبطة ولكن الناجحين يتعاملون مع هذه المواقف بصورة تختلف من الفاشلين فالفاشلون ينغمسون فيها حتى النخاع ويركزون عليها بشكل كبير يسمح لتلك المواقف بأن تترسخ في ذاكرتهم أما الناجحون الواثقون بأنفسهم فلا يمعنون التفكير في هذه المواقف إن الناجحين يركزون على وضع الأفكار الإيجابية في بنك ذاكرتهم إليك خطة رائعة قبل ذهابك للنوم بباشرة قم بإيداع مجموعة من الأفكار الإيجابية في بنك ذاكرتك تدبر ما أنعم الله به عليك تذكر الأشياء العديدة الطيبة الموجودة في حياتك تذكر انتصاراتك وإنجازاتك الصغيرة فكر في النعم التي بحياتك لما يخاف الناس من غيرهم من الناس؟ لما يشعر الكثيرون بنعدام في الثقة بالنفس في حضرة الآخرين؟ ما السبب وراء الخجل؟ ما الذي يمكننا عمله لعلاجه؟ يعد الخوف من الآخرين من أكبر المخاوف لكن هناك سبيل لقهره يمكنك قهر خوفك من الآخرين إن تعلمت وضع الناس في حجمهم الطبيعي تعامل مع الآخر بصورة متوازنة حين تتعامل مع الآخرين ضع هاتين النقطتين في اعتبارك أولاً أن الشخص الآخر مهم مهم إلى درجة كبيرة كل شخص مهم لكن تذكر هذا أيضاً أنت على نفس القدر من الأهمية تماماً مثله لذا حين تقابل شخصاً آخر قل لنفسك إننا شخصان مهماً نجلس معاً لكي نناقش بعض الأمور المهمة والمفيدة لكلين قد يبدو الآخر أكبر حجماً أو أكثر أهمية بصورة قد ترهبك لكن تذكر أنه مجرد بشر له نفس الاهتمامات والرغبات والمشكلات الأساسية مثلك تماماً من السهل إثبات أنه بمقدور بعض التصرفات أن تغير من مشاعر الفرد ففي استطاعة من يشعر بالخجل حين يقدم نفسه للآخرين أن يتخلص من هذا الإحساس وأن يصير مليئاً بالثقة فقط إن اتخذ ثلاثة أفعال بسيطة في نفس الوقت الأول أن يصافح الشخص الآخر بحرارة الثاني أن ينظر مباشرة في عيني الثالث أن يقول أنا سعيد برؤيتك إن أفعال الثقة يتولد عنها الإحساس بالثقة كيف تفكر على مستوى أكبر؟ فيما يتعلق بالنجاح لا يتحدد قدر الناس بالوزن أو الطول أو تعليمهم الجامعي أو العائلات التي أتوا منها بل يتحدد قدرهم بحجم تفكيرهم إن مستوى تفكيرنا هو الذي يحدد حجم إنجازاتنا والآن لنرى سوياً كيف يمكننا التفكير على مستوى أكبر هل سبق وسألت نفسك ما أكبر نقاط الضعف الموجودة بي؟ إن أكبر نقاط الضعف الموجودة دد البشر هي التقليل من شأن الذات أي استهانتك بقدرك وهذا الأمر يتبدى في مواقف لا حصر لها يقرأ جون إعلاناً عن وظيفة بأحدى الجرائد إنها الوظيفة التي يحبها لكنه لا يتقدم للحصول عليها لأنه يفكر في نفسه قائلاً إنني لست أهلاً لهذه الوظيفة لما أتقدم لها إذن؟ يقوم بيت بملء استمارة الالتحاق بأحدى الوظائف يوجد بها سؤال يقول مراتب المبدئي الذي تتوقعه يضع بيت رقماً متواضعاً لأنه يشعر بأنه لا يستحق ذلك المبلغ الكبير الذي يود أن يجنيه على مدار آلاف السنوات ظل الفلاسفة يقدمون لنا تلك النصيحة المفيدة اعرف نفسك لكن معظم الناس يفسرون تلك النصيحة بحيث تعني اعرف الجوانب السلبية لنفسك إن معظم تقييماتنا لذواتنا تكون من قوائم طويلة من العيوب والأخطاء ومواطن القصور الموجودة بنا من المفيد أن نعلم مواطن القصور الموجودة بنا حيث إن هذا يبين لنا المواطن التي يجب علينا أن نتحسن بها لكن إذا علمنا صفاتنا السلبية وحدها فسنقع في مشكلة عويصة حيث ستكون قيمتنا ضئيلة في أعيننا أنت أكبر مما تعتقد لذا عليك بالسمو بتفكيرك كي يتناسب مع حجمك فكر على المستوى الذي يتوافق معك وإياك إياك أن تقلل من قدر نفسك أحيانا نقابل أشخاص يميلون لاستخدام الكلمات الرنانة الطنانة لكن هل يعني هذا أنهم يفكرون على مستوى أكبر؟ مستوى النجاح؟ غالبا لا إن من يميلون لاستخدام الكلمات والعبارات الصعبة المعقدة التي يجد الكثير من الناس صعوبة بالغة في فهمها عادة ما يكونون من المتغطرسين المتعجرفين وهؤلاء الأشخاص عادة ما يكون تفكيرهم ضيقا إن المعيار المهم للحكم على لغة الشخص ليس حجم أو عدد الكلمات التي يستخدمها بل ما يهم حقا الأثر الذي تتركه كلماته وعباراته على تفكيره وعلى تفكير الآخرين ما الذي تحتاجه لإلقاء خطاب جيد؟ كل منا يتمنى لو أن امتلك القدرة على أن يتحدث بصورة جيدة على الملأ لكن معظم الناس لا يدركون هذه الأمنية ومعظم الناس لا يجدون التحدث على الملأ على الإطلاق لماذا؟ السبب بسيط فمعظم الناس يركزون على الأشياء التافهة الصغيرة المتعلقة بعملية التحدث على حساب الأشياء المهمة الكبيرة فأثناء التحضير للخطاب الذي سيلقونه يقوم معظم الناس بإعطاء أنفسهم مجموعة من التعليمات على غرار لابد أن أتذكر أن أقف مفرود القامة تذكر إياك أن تخطئ في النحو تذكر تحدث بصوت عال لكن ليس بصوت أعلى من اللازم لكن ما الذي يحدث حين يشرع المتحدث في الكلام؟ إنه يصاب بالذعر لأنه أعطى نفسه قائمة طويلة من الأشياء التي من الممنوع عليه فعلها إنه يصاب بالارتباك أثناء حديثه ويجد نفسه يتساءل في داخله قائلا هل ارتكبت خطأ ما؟ إنه في الحقيقة فشل في مهمته لقد فشل لأنه ركز على الصفات الصغيرة التافهة غير المهمة نسبيا في الحديث الجيد وفشل في التركيز على الصفات المهمة التي تميز المتحدث الجيد معرفة ما سيتحدث عنه والرغبة الشديدة في نقله للآخرين إن كل هؤلاء المتحدثين الناجحين يشتركون في أمر واحد أن لديهم شيئا يريدون قوله ويتحرقون شوقا لإسماعه للآخرين كيف تفكر وتحلم بصورة إبداعية؟ إن التفكير الإبداعي ما هو إلا عملية إيجاد طرق جديدة محسنة لفعل شيئ ما إن التفكير التقليدي هو العدو الأول لكل شخص يسعى لامتلاك التفكير الإبداعي إن التفكير التقليدي يحدث حالة من الجمود في العقل ويعوق التقدم وإليك ببعض الوسائل لمقاومته كن متقبلا للأفكار الجديدة تخلص من أنماط التفكير على غرار لن يمكن عمل هذا الشيء وإنها فكرة غبية جرب أشياء جديدة اكسر الروتين التقليدي اذهب إلى مطاعم جديدة اقرأ كتبا مختلفة افعل شيئا جديدا ومختلفا في عطلة نهاية الأسبوع كنت قدميا لا رجعيا لا تفكر بأسلوب هذه هي الكيفية التي كنا نؤدي بها الأمور في المكان الذي كنت أعمل به لذا ينبغي علينا العمل بهذه الكيفية هنا بل فكر بأسلوب كيف يمكنني تحسين أسلوب العمل بحيث يصير أفضل من الكيفية التي كنت أؤدي بها العمل في المكان الذي كنت أعمل به إن الفلسفة القائمة على فكرة إمكانية فعل ما هو أفضل لها مفعول السحر فحين تسأل نفسك كيف يمكنني فعل هذا الأمر بصورة أفضل فأنت تقوم بتنشيط قواك الإبداعية وتبدأ بالطرق التي تقوم من خلالها بالعمل بشكل أفضل في التكشف أمامك من تلقاء نفسها إن كبار القادة في كافة مناحي الحياة يقضون وقتا في طلب النصائح أكثر بكثير من الوقت الذي يقضونه في إعطاء النصائح وقبل أن يتخذ القائد قرارا يسأل ما شعورك حيال هذا الأمر؟ بما تنصحني؟ ما الذي كنت لتفعله في ظل هذه الظروف؟ انظر للأمر من هذه الناحية إن القائد ما هو إلا آلة اتخاذ قرارات بشرية ولكي تقوم بتصنيع شيء ما ستكون بحاجة إلى مادة خام إن أفكار الآخرين تساعدك في تشكيل أفكارك الخاصة بحيث يصير عقلك أكثر إبداعا إننا لا نتعلم شيئا من خلال التحدث لكن لا حدود لما يمكن تعلمه إن سألنا واستمعنا شجع الآخرين على التحدث سواء في المحادثات الشخصية أو الاجتماعات استحث الآخرين على التحدث بعبارات مثل أخبرني عن خبرتك في هذا الصدد اختبر آراءك بوضعها في صورة أسئلة دع الآخرين يساعدوك في تنقيح وصقل أفكارك ركز على ما يقوله الآخرون إن الاستماع يعني السماح لما يقال بالتغلغل في عقلك أنت نتاج تفكيرك إن الآخرين يرون فينا ما نراه في أنفسنا إننا نتلقى نفس نوعية المعاملة التي نؤمن بها في داخلنا أننا نستحقها فعلا إن التفكير هو السبب وراء ذلك إن من يرى نفسه أقل من غيره بغض النظر عما يملك من مؤهلات هو بالفعل أقل من غيره وذلك لأن التفكير هو الذي يقف وراء الأفعال إن شعر المرء أنه أقل شأنا فسيتصرف على هذا النحو ولن يستطيع أي غطاء زائف أو ادعاء كاذب أن يخفي حقيقة مشاعره تلك لفترة طويلة لكي تصير مهما عليك أن تؤمن بأنك مهم تؤمن بذلك في قلبك وعندها سيعتقد الآخرون أنك كذلك بالفعل ابدأ محدك عقلك بصورة ميكانيكية تحدث معي شاب طموح يجد صعوبة في تحقيق النجاح قائلا إن مشكلتي هي أن تمر بي أيام وأسابيع بأكملها دون أن أتمكن من كتابة أي شيء إن الكتابة كما تعلم عملية إبداعية ولا بد من وجود إلهام لكي تكتب لا بد أن تتحرك روحك أولا هذا صحيح فالكتابة عملية إبداعية بالفعل لكن إليك ما قاله لي كاتب آخر مبدع عن السر وراء إنتاج الكثير من الأعمال الناجحة إنني أستخدم أسطوب قوة العقل فلدي مواعيد لتسليم الأعمال المتفقة عليها ولا أستطيع انتظار الإلهام لكي يأتيني من تلقاء ذاته إنني أجبر نفسي على الجلوس على مكتبي ثم أمسك بالقلم وأبدأ الكتابة بصورة ميكانيكية إنني أقوم بكتابة أي شيء المهم أن أقوم بتسخين أصابعي ودون أن أعي ذلك أجد عقلي وقد بدأ السيرة على الطريق السليم أحيانا تخطر لي أفكار من العدم حين لا أحاول الكتابة لكنني أعتبر هذه مكافآت إضافية إن معظم الأفكار الجيدة تأتيني حين أجلس للعمل لا بد للفعل أن يسبق الفعل لا شيء يبدأ من تلقاء نفسه وهذا ينطبق على عشرات الأدوات الميكانيكية التي نستخدمها كل يوم إليك هذا الأسلوب الذي سيعود عليك بالفائد بكل تأكيد استخدم ورقة وقلم رصاص حين تقوم بتدوين أي فكرة على الورق يكون تركيزك بأكمله منصبا على تلك الفكرة وهذا لأن العقل لا يستطيع بطبيعته التفكير في فكرة ما وكتابة فكرة أخرى في نفس الوقت وحين تكتب على الورق فإنك تكتب الفكرة في عقلك أيضا استخدم الأهداف لتساعدك على النمو إن الهدف هو غرض والهدف أكبر من مجرد حلم إنه حلم في موضع التنفيذ ليس المهم ما كنت عليه في الماضي أو ما أنت عليه الآن بل المهم ما تريد أن تصل إليه إن المؤسسات الحديثة لا تترك مستقبلها رهنا للصدفة فهل ستفعل ذلك أنت؟ يمكن لكل واحد منا أن يتعلم درسا قيما من الشركات ذات النظرة التقدمية عليك بتكوين صورة الآن للشخص الذي تريد أن تصير عليه بعد عشر سنوات من الآن من فضلك حينما تتصور مستقبلك لا تخف من أن تحلم أحلاما عريضة فالناس في أيامنا هذه تقاس أحجامهم بأحجام أحلامهم لا أحد يحقق أكثر مما كان يعتزم تحقيقه منذ البداية تابع حساب وراق على تويتر وبإمكانكم الاستماع إلى حلقات بودكاست وراق عبر موقع البودكاست وراق كاست دوت كوم بودكاست وراق زوروا موقع وراق وراق كاست دوت كوم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر